نرجع للمسال الديمقراطي وانتخابات مجلس نواب الشعب المقربة في 17 ديستانبر يعني موقفكم أنتما هو المقاطعة ورئيسي يتهمكم بأنكم خايفين من الارتبار الشعبي هو الانتخابات ما عنده حتى معنى متاع الفين وعشرين متاع القطة التأسيسي متاع البرلمان هدائي علش ما عنده حتى معنى لأن وقت لتقرأ الدستور وتشوف صلحيات عندهم حتى صلحيات يعني ناس بجي بيش تاخذ بلايس بيش تستقطب الناس اللي عندها تحب تحصل الوضعية الاجتماعية متاعها لأنه المشترطة على أنه كل واحد يمارس يتخلى عن نشاط انتاعه السابق فوقه وانتهى الأمر وصلحيات معدومة والسلطة في شخص واحد فهم اللي عندهم لا نظر على نشاط الحكومة ولا تقييم ليه ولا معارضة ليه ولا يعني كله زي انتوما نابع من صلحيات مجلس النواب الشعبي اللي تقريبا يسيطر على الرئيس قيسان يعني مش اعتراض مبداي لا اعتراض مبداي على الانقلاب سعر الانقلاب انقلاب يعني تعرفوا كان ثم أربع من الناس في تونس الناس كل قالت انقلاب حتى الأحزاب اللي تعرفوا هي ماتلولة قالت مصار وتصحيحي ودرا شنوة رجعت أغلبها لكن ثم الشخصيات القانونية اللي موجودة في الجامعة وخارج الجامعة الكل قالت انقلاب الاربع من الناس الاربع من الناس هدوم ثلاثة منهم رجعوا على كلامهم طول يوصف فيه بانقلاب وشخص اخر توارع على الانظار مانيش عارف عليه اشنو رايو فثم يجمع على انقلاب ثم انقلاب هذا لم يحقق شيء لو كان انقلاب وانطلق إلى حاجة أخرى وحاجة اللي فيها أمل يعني بناء ديمقراطي لما شملت شعب التونسي تحفيز الشعب التونسي إلى شيء ما مبادرة وبناء شيء ما مسالش شنو انت غذا ساعات قال لاخر اخر الطب الكي تعمل حاجة بيش تغير بها ما صار معين يمكن يمكن لنسان النجم محظور لكن النجم يرضى به لكن هاك تشوف الحالة عمالي إلى ما هو سيء وأسوأ وعندنا خاصة تجربة قدامنا تجربة مصرية عندنا الترجمة المصرية اللي أتحس ما فما واللي مشين على خطاها في كل شيء غادي حكم العسكر الله يبارك لكن الخيارات والتوجوات وكل شيء هو بيده والاملاءات منتع صندوق النقل الدولي هي بيدها وتوى مصر وتعرف اللي دخلت تحت الكوميسيون للمالي يعني المصر تتوت المالية متاحها تحت مراقبة الإمارات والسعودية وإسرائيل وأمريكيا والبلدان الغربية وأحنا وتدهور ريت قيمة العملة متاحها أحنا هاتوا نهارين بدا تم انزلاق الدينار تونسي إن شاء الله ما يتوصلش لأنه نفقره بشكل رهيب والاملاءات اللي موجودة أحنا نفقره بشكل رهيب